النهاردة ان شاء الله هنعمل لحمة ما شوية ولا دقان ولا وجع قلب حنشوفها هنعملها زي الله بينا معايا اللحمة بتاعتي طبعا غسلها وحطتها في المصفة تصفي المية بتاعتها ومقطعها شريع مش تخينة ولا رؤياء ومعايا البصلية مفشورة وطمط مية مفشورة عشان حنصفيهم ان شاء الله وححط عليها رشة ملع صغيرة كده عشان تجيب المية بتاعتها بسرعة البصلية والطمط مية هنصفي طبعا البصلية كده ان شاء الله وعشان هناخد المية بتاعتها هنتبت بيها اللحمة بتاعتنا وهنشوف ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله وكل عام انتم بخير بقى العيد على الأبواب ونستعد ان شاء الله بالحاجات الجميلة الحلوة بتاعت العيد بإذن الله هادي كده خلاص صفت البصل بتاعي وحصفت طماطم بتاعتي برضو طماطمية واحدة وبصلاية كبيرة حسب ما انت عايزة الكمية المية او حسب الحجم الكمية اللحمة اللي انت هتعملها ومعايا فصينتهم حقاراتهم كده عشان عايزة بس رحتهم وححط معلقة صغيرة من بهارات اللحمة ومعلقة صغيرة من حبان مطحون ومنص معلقة صغيرة فلفل اسود وحقلف ده كله ومعلقة صغيرة ملح لان طبعا احنا هكنا حطين في التدبيلة ملح لان اللحمة بتحبش تكون ملحها كتير ومش عايزة التوابل تبقى زهرة في اللحمة انا عايزة احس بطعم اللحمة وححط معلقة صغيرة خل عشان تطر الانسجة بتاعت اللحمة يا حبزة لو انا عملتها من بالليل وشويتها تاني يوم الصور انا طبعا لو انت مستعجلة يبقى قبلها حتى على الاقل بساعة عشان تقدر تاخد متة بيلة ويبقى طعمها جميل انا كده خلاص عندي طفل البصل وطفل الطماطم هحطهم في كيس وهشيلهم في الفريزر لبقى اجي اعمل الكفتة طبعا احنا بنحطها على الكفتة بتبقى جميلة انا مش هرميهم هحطهم في الفريزر للكفتة بتاعتي باذني ادي كده اللحمة بتاعتي فقرات عليها حوالي ساعة هحط الجريل بتاعي وهحط حتة ليا هعندك ليا حطي عندك حط الدهنة من اللحمة حطي زيت حطي سامنة المتاحة هعندك يعملي بيه اللحمة وهنزل باللحمة بعد ما الجريل بتاعي سخن والسامنة بتاع الدهنة بتاعتي ساعة وهنزل باللحمة كده شايفين ما شاء الله رحيتها فضيعة فضيعة وكان طعمها طحفة طحفة بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك وهرصها شايفين جمال اللحمة اللونة عامل ازاي طحفة 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 اللهم مبارك كده خلاص هقلبتها على الوشين ما شاء الله اللهم مبارك وهحط لها كوباية مية صغيرة عشان تكمل سواها وهوطي عليها بقى كده النار تاخد وتدي مع نفسها في التدبيلة الحلوة دي وعندي طبعا التحينة حطيت عليها فصين ثم دقين والخل وهنعمل جنبها صلاة التحين منها وعندي زيتون مخلل حمري بطاطس اعملي مكارونا اعملي رز ابيض اللي انت حابة تكليه جنب اللحمة المشوية بتاعتنا الجميلة دي بالطريقة البسيطة دي اعملي وكده عملت لها كده استويت وعملت لها الفحماية وهغطي عليها ولا تعبت نفسي كده كان اللحمة بتاعتنا شايفين دايبة دوب ازاي مش مستحملة وكده اقول لكم كل سنة وانتو طيبين ويارب كده تكون طريقتي وعجبتكم واستمتعتم معايا بوقتكم وان شاء الله واشوفكم في فيديو تاني واقول لكم سلام عليكم كل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة